النقانق ويعتقد الأطباء أنها ينبغي أن تحمل علامة الخطر كالسجائر فهي تحتوي على الصوديوم والمواد الكيميائية السامة في المرتبة السابعة منتجات الحليب الكامل الدسم فهرمون النمو البقري يسبب التهاب المفاصل والبدانة في الطفولة والصداع النصفي في المرتبة السادسة صلصة الصلطة وهي أفضل وسيلة لتحويل الصلطة من غذاء صحي ومفيد إلى خطر كبير على جسدك في المرتبة الخامسة الدهون المشبعة وغير المشبعة وتؤدي إلى الإصابة بكوليستيرون للقلب والسكتة الدماغية في المرتبة الرابعة المحليات الصناعية فهي ليست آمنة كما يعتقد البعض بل تمثل خطرا كبيرا على مستخدميها وذلك لأنها ترتبط بأمراض القلب وتحتوي على أخطر مادة على كوكب الأرض في المرتبة الثالثة اللحوم المصنعة كاللانشون وغيره وتحتوي الأطعمة المصنعة على النترات التي تعتبر قنملة داخل جسدك كما تحتوي اللحوم المصنعة على الصوديوم والمواد الحافظة وتساهم في أمراض القلب والسرطان في المرتبة الثانية صلصة الطماطم والتي تحتوي على سكر اللاكتوز الذي يسبب الإصابة بالسكري وأمراض القلب وتسويس الأسنان في المرتبة الأولى الصودة أول الأغذية القاتلة تحتوي زجاجة الصودة على ثلاث ملاعق من السكر وقد تتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسكري والزيادة في الوزنان